من كم اليوم وعدكم اني احظر الموضوع جدا مهم معلومات وايد مهمة يعني مهمة يما اقول مهمة يعني فعلا مهمة هالي المعلومات الجماعة هي تهم وايد من الناس اللي اهمة يحاولون نزلوا اوزانهم اللي هي الرجيم او الدايت طبعا الحين راح نتكلم جماعة في صورة عامة عن اهم نوعين او ثلاثة انواع من الدايت والمقارنة بينهم اليوم الدايت الموجود كله هي اما الدايت تنزيل وزن عن طريق السعرات الحرارية يعني يسوي رياضة ما ياكل يصدق حلجة اهني هذا راح ينزل وزنه ولكن احب اقول لكم شو قالوا الدكاترة والبحاثة العلمية عن الدايت هذا النوع الثاني هو انه يزيد نسبة الدهون وايضا يمنع النشويات وسبحان الله رب العالمين خلق الدنيا هذه بتوازن عرفتوا ديننا دين وسطية كل شي في توازن يوم ان نسوي التوازن هذا حياتنا الصحية بتكون اروع ما تكون ولكن يومنا اتطرف هنا تبدأ المشاكل يا اما سمنا مفرطة طبعا جمع المعلومة المهمة والخطيرة اللي ذكرها في بحث الرجل ان الانسان العادي يفقد كل عشر سنوات ثمانية في المئة منزع عضراته وهذه العضرات هي مسؤولة عن حرق السعرات الحارية ففقد العضرات هذه هو فقد القدرة على حرق السعرات والنتيجة هي ان 27% من اجمال نزول الوزن هو عبارة من عضراته وكلما كان النظام قاسي كلما كان فقدان العضرات اكبر واليوم انا كد اتكلم معنا حالة تعاني من نفس المشكلة هذه شخص متبع نظام قاسي جدا في انزال الوزن ووزن نزل ولكن شوف لا قد الله المشاكل راح يواجهها بعد نقص العضرات هذه يتبع حرق دهون اقل يعني الوزن سوف يزداد حين نتناول نصف كمية طعام المعتادة الوزن بيزيد وهذه الظاهرة هي فقد العضرات وراح ترد مرة ثانية على شكل دهون يعني العضرات اللينا فقدها هذه الوزن اللي فقدنا عن طريق العضرات سيرد مرة ثانية كدهون وهنين المصيبة اكبر ليش؟ لان الدهون هذه لها مساوة اكبر راح نتكلم عنها والمعلومة الثانية نحين قامنا نتكلم عن مضوع الدهون ان البعد السبعين فقد العضرات راح يكون 15% من الوزن العضرات يعني الانسان راح يكون جدا عنده نقص كبير في العضرات وراح تبين اكثر شيء في العضرات الفخذين والاكتاف لذا اللي عندهم امراض سكر تلقون اكتافهم تستوي اصغر يعني تبدأ تصغر الاكتاف واستوي خطواتها وايض ضعيفة برامج تخصيص هذه يقول انها وايض خطرة وايدين يروجون لها ولكن مشكتها جدا خطرة اللي هي تعتبر على السعرات ليش يقول ان اي دايت يعتمد على السعرات الحرارية القليلة او النشويات القليلة هذا يعتبر نظام غذائي فاشل وخطر ايضا لازم يكون هناك اعتدال بين النشويات والبروتينات والدهون وهذه هي سبحان الله سنة الدينة ان دينة دينة وسطية ناكل ونشرب باعتدال من غير الاسراف وناكل نحبه ولكن في توازن ناكل من كل شيء من الدهون والبروتينات وايضا سمحوني ممكن شوية اطول عليكم ان الموضوع وايد مهم ومحتاج الى يعني معلومات قد ما اقدر اعتصرها اليوم الدكتور اسامة حمدي هذا دكتور حاصر على الجائز الامريكي هو عليه فكرة محاضر في ميزوري وهارفارد جامعة ميزوري وهارفارد في امريكا والرجل عنده حصل على جائزة الغذاء الامريكية في سنة 2021 يعني من سنتين تقريبا او من سنة وهذا الرجل قام بعمية ابحاث علمية جدا مهمة وعطوه جائزة عشان موضوع هذا اليوم اسم البحث ماله هو علاقة الدايت بالعضرات السر بالعضرات ليش هو يقول ان جميع المرضى والنواع الحمية يعتمدون عن تخفيض السعرات الحرارية تقليل وزن عن تقليل طعام ومزاوت الرياضة هنا يستانس الواحد يقول والله نزل في الشهر 9 كيلو 10 كيلو هو ماذا ينزل من العضلات وهذا اخطر شيء انت يوم تنزم العضلات انت رح سبب مشكلة كبيرة للجسم المشكلة في ان عضلات الجسم لا تعوض بعدها فقدانها او بصعوبة حيث ان العضلات يا جماعة اهني متكلم عن المعلومة الثالثة الجدا مهمة رجاء نحط بالكم هنا هو يقول ان برامج تخصيص التي تعتمد على السعرات الحرارية جدا خطرة لانها متضرفة لازم يكون عندنا اعتدال بين النشويات والبروتينات وايضا الدهون طبعا ديننا الحمد لله دين الوسطية كان يدعو دائما الى عدم اصراف بالطعام وناكل كمية جدا معقولة ولكن نجمع بين كل الانواع من نواع الطعام اللي يحتاجها الانسان اللي تتماشى مع جيناته نزيل الحين المشكلة في الدهون هذي هاي الدهون يوم تجمع في جسم الانسان يوم تموت تبدأ بجذر الخلايا العاملة اللي هي مسؤولة عن تنظيف الجسم من السموم وهذه تتركز اكثر شيء في البطن في التوجيه البطني وفي الخصر وهني تبدأ المشكلة ان هذه تكون يسمونها اللي هي الامراض المزمنة اللي هي التهابات مزمنة وهذه وايد خطيرة طبعا هذه يا جماعة هي احد الاسباب الرئيسية اللي كانت تقتل الناس والكورونا اللي هي التهابات ليش ليمتي الكورونا تسوي التهابات ليش الناس اللي عندهم كمية دهم الجمعة وقلنا عندهم هذي الخلايا العاملة سوت لهم امراض مزمنة في الالتهابات يعني التهابات وايد قوية فقامت تصيب الانسجة في الكلة وفي الرئتين وكانت تسوي تعطل كامل وتليف للكلة وتليف للكبد وتليف ايضا في الرئتين وهذه كانت هي احد الاسباب الرئيسية لوفاة مرضى الكورونا وايضا الامراض الاخرى لذلك وعدها ايضا تترسف في الكبد وتسوي مشاكل في الكبد تليف وتعطل عمل الكبد فيها جماعة انتبهوا على موضوع توازن الحمية طبعا مثل ما قلنا يا جماعة لازم تركز ان الحمية تكون معتدلة لا تكون متطرف لا تكون مرة واحدة من غير نشويات ولا مرة واحدة من غير سعرات حارة